قال مصدر رفع المستوى أن قيادات أمنية مصرية سوف تكتمع اليوم عن وزرائهم القطريين والأمريكيين بالدوحة لبحث آليات إعادة مفاوضات الهدنة بقطاع غزة وأوضح المصدر أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف المعنية لدفع المصاري التفاوضي للوصول إلى هدنة بقطاع غزة يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه وفد من حركة الجهاد الفلسطيني إلى القاهرة بناء على دعوة مصرية لاستعراض الأوضاع الفلسطينية الحالية خاصة ما يتعلق بقطاع غزة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق مختلفة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منزلا شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ما أصفر عن خمسة شهداء كما استهدف قصف إسرائيلي منزلا في محيط مسجد أبو عبيدة بمخيم النصيرات وسط القطاع كما استهدفت المدفعيات الإسرائيلية وسط وغربي مدينة رفح الفلسطينية كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت مدن جنين وبلدات برامالله وطول كرم واعتقلت خلالها العشرات كما قامت قوات الاحتلال بعمليات تجريف واسعة بعدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة أقرى البرلمان السلوفيني مرسوما يعترف فيه بدولة فلسطين بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه وقالت رئيسة برلمان سلوفينيا أن خطوة الاعترف بدولة فلسطين من شأنها أن تساعد في التوصل للسلام بالشرق الأوسط ويأتي ذلك بعد أسبوع على خطوة مماثلة اتخذتها إسبانيا وإيرلندا والنرويج تبدلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله أطلق عشرة صواريخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى كما استهدف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالقذائف المدفعية في موقع المالكية شمال إسرائيل من جانبه أعلن جيش الاحتلال لاستهدافة مركزات لحزب الله في مناطق مختلفة جنوب لبنان أقرى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ويفرض مشروع القانون عقوبات على الجنائية الدولية إذا حققت أو حاكمت أشخاص محميين من واشنطن أو حلفائها وأقرى المجلس بأغلبية 247 صوتا مقابل 155 صوتا ولم يصوت 27 عضوا على القرار أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء قيود جديدة للحد من تدفق طالب اللجوء أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واشنطن بإعادة النظر بخطوتها جراء تلك الإجراءات التي ستحرم من اللجوء أفرادا بحاجة لحماية دولية وأمر بايدن بفرض قيود جديدة لكبح تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية لبلاده في مسعى لمعالجة إحدى نقاط ضعفه في معركته الانتخابية مع دونالد ترومب للفوز بولاية ثانية